دريس حتان ساعة عندك مشكل مع الام ديالك عود لي علاش علاش امك تيام قلبتي واحد لو قيتها باش تشوفها وجمعلك شي حصيصة ذاك شي تجمعلك لدواج زمان سعى القاسي امك ماشي في كتافك عود يلقي الساعة والمشكل بالضبط اللي يوقع مع امك انا اولا مشيت تخدمت في شريكة قبل الشريكة عرفك يا دريس كيفاش كانت العلاقة قبل ما تبدأت تخدم في الصغر في الصغر ديالنا كانت صاري ما في كل شي معنا في التربية قاسحة قاسحة ما كل شي من ناحية التربية تضرب من بعد وباك لا بالعكس واحدة لو كانوا يضربوه بجوجره مصيبة واحدة يطلق واحدة يشد لا بده دبالهم كانت اي السلطة ويفضل اي السلطة وي رواخد السلطة كتخافوا منها من بعد ما كمشت دراسة ديالي وصلت المستوى التالتة باكالوريا من بعد مشيت تعرضت واحد الكونكور في التكويل الميهاني ايه دوست البروب ونجحت مزيان صيفت اولي ايه باللي ايه نجحت نكمل تسجيل ديالي من اللي مشيت كنت فاجئة باللي قاتلي ايه باللي الواليد ديالي عايت ليه باش نمشي نخدم معه في الشانطة في شانطة واحدة واحدة شاركة ما بغيتش انا ايا صيفت اطني بزز حتى لدراجات بغا تدروني تبا اياه باللي هالمصلحة ديالك مع اببك ماشي فاليك الشاركة نقوله الام القلب ديال الام مراتة بغيت وجهك سعمارة خيفة عليك ماشي بغا تحرم عليك رزقك هنا ولكن قلت باللي راب مع اببك تاجه العامة المباشرة مزيان مشيت خدمت مع اببك كمساعد دياله في واحد الالية كبيرة كتحفر الاوذياء ايه من مهم من هر الاول اللي التاحقت بالعامل وولي تكد عديتها نراتب ماشي شهري خمسة عشر يوم بالكنزة كتخلص ايه التعريفة كنخلي غير واحد مبلغ باش كن باش نطر شوية مولا وكل شي كتصفته لامك كتصفته لعلى اساس تتعاونها ولجمعيه لياموي شنو شنو ديال نتويها هديك ساعه كتبقى ما عرفش علش كنصفت دارو ريخ سنصفت 24 سنة مو تبارك الله راجل 24 عام لا حت كنخاف منها ما نقطرش منصفتش ليها يعني بالخوف التعليمات ديالامك تصفت الفلوس بلا خاطرك بلا خاطرك و بش ما بغيتي على السفت الفلوس باش ما بغيتي وتانو كتك نحاول تفادى ديك الفكرة ما نخليش فلوس عديتانا من الاحسن كما قالت هي ينصفت ليها باش ما يديوش عليا شي نظرة خيبة مزيان ضيع مني الفلوس اشنا ويديوش صورة خيبة مزيان من بعد تفارقت انا والواليد وليت مساعدة الميكانيسيين مهم مهم دوست ثمانية سنين مع هذيك الشركة وذيك ثمانية سنين كاملة انا كنصفت كل خمستاشر يوم كنصفت 24 الفريال كل خمستاشر يوم كنصفت 24 يعني 48 الفريال في الشهر كتزاد تعريفها احيانا كنصفت 33 الفريال في الشهر 1500 درهم يعني صبت الله را ما انضى 60 الفريال ولا 50 الفريال را ما انضى تصفتها لأمك قضيت باية شي ما صالح قضيت باية بقع في لاحية قضيت منها دار قديمة كنتكتبهم اسميتك ولا ديولها لا في اسميتها واسميت الوالي اه اما انت ما عندك وانوفها اه هدمت شي حاجة وبناد منها دار جديدة مهم ويمتش مزيها نح و واذا بي افاجأ من احد الشاف شانطي جاب لي عقد انا ادخلت مع الشركة في 2001 سنة عقد واحد تحت ال 2009 فاجأوا لي بو حد العقد فحل بغيت تقول لي ما فيه ميتشة ملاش ما في ميتشة هدوك البونود اللي كاتبين في العقد كلهم في صالح الشركة مهم عقد دي الخدمة هذا عقد عمال او لشن هو عقد شغل مؤقت مؤقت ممكن لي يقول لك شي مثلا شو سيقولوا في البونود منذ اليوم اعتبر نفسي مياوما مهم و بند واحد اخر يقول لك من حق مشاغلاتي استغناء عن عمالي في اي وقت دون سابق اعلام مهم كين بند اخر يقول لك من حق مشاغلاتي استغناء عن عمالي عند عدم توفر يعني بقوا بجري وعليك بقوا بجري وعليك وصافر بند اخر من حق مشاغلاتي الصرفي ودون سابق اعلام ولا استحق اي تعويض انا ملي جاب لي يا شاف شانطي هاد العقد ما بغيش نوقعه أخبره قط ليهم العقد خصيكون فيه مثلا فلان فلاني كيشتغل عندنا بصفة كذا وكذا تضمن حقوق لمدة انت تراوحو ما بينه كذا وكذا قلت الله هذا والعقد محمد ما بغيش نوقع و حبسني بنشيت العدم للادارة انتفاهمت معهم ارجعوني قلو يسير التحق بالعمل ديالك منشيت الوارشق الوارشق حبسني الشاف شانتي قلت لي هرا صيف طوني قلوا يا صير تخدم صير تلتحق بالعمل ديالك قال لي لا أنا قالوا لي يا لما سناش حبسوا جيت عدم تاني تفاوت معاهم ما صافي ما تدوش فيه قلت لي ما نغمشي نتبع قانون قالوا لي لي في جهدك ديرها الشركة عدا لي دافع عليها اجروا عليك وفي من لي جيت نشوفاش بدحيات جديدة ما لقيت راسي واخدريس ما زالك من القيصة نشوفه من بعد ما تترتي من الخدمة اجروا عندهم أمك لك تتصفت لألفين وخمسين ويلة لتالف درهم لمدة ديال ثمان سنين تقريبا نشوفه ديك ساعة شنو دارت بالفلوس وشنو وجدات لك المستقبل ديالك دريس نكمل معاك القيصة من اللي حقتي على راسك اللي حقتي على ممك وقفتي وتتترتي من الخدمة اجروا عندهم أمك تكيل لولا مش هي اللي تجمعك وهي اللي تعاونك لحقاش 8 سنين وانت اكتعطي شنو وجدتي عندها ما لقيت والو والو ما لقيت الشي رأس مالي يعني علاش غادينا والو نبدأ حياة جديدة ديالي مجمعات لك والو علاش ترجع والو ايوا وشنو قلت لك كان خرجك نقلب على راسي كأشغال مؤقته وكن حبستي لا ما لنتمشي عندهم موقت تقول لأممي عافك اذاك الشي اللي كنت تنصفت لك وقرأت تترطم الخدمة عافك اعطي 200 سنة باش نبدأ شي مشيرع صغير وشي حاجة شنو ايكو الجواب ديالا كتعاوني في بعض الحالات اممم كتعاوني 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 الفلوس نعم ديالي كادوك لما الفلوس اللي زعم ما مجموعة حتى شي حاجة امم اشترعتهم يا اراضي ودكش اشترعت منهم اراضي وش امم والواليد كان بقي خدام دبراها روتريتي امم كتعاوني مرة مرة كتساندني اشترعت لي واحد مرة تريبورتور وكتعاوني بالريضة ديالها ولكن انت ما تحاسبتيش مع الواليدة ديالك لحقاش زعم ما انت كتحط عندها تخبيلك ماشي الحساب ما بينش الولد ومو ما يتحاسبوش ولكن احنا كلنا المجتمع ديالنا كان عرفوا هذه القضية كلنا تشيكي يشوفونا المغربة كلهم مواتنا ديال ما عندهم شي حال للك الرزيمة اللي كتخبع المارلك حل كيخليوها غير لولاد كتعطيها مثلا ألف درهم ولألفين درهم كتخبي منا تقول خلي هذا نهار ما يكونش عندونا عطق ولدي هادشي قاعد موات كيديرو في المجتمع ديالنا انت امك مدارش مع كرشي مدارش 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 كانت اللي اعطت كمية درهم على حسن ما قلت يقبل اعطت كمية درهم بالسبان وبالمايور بعض الاحيان بعض الاحيان أحيان بقى ديال ما كاننا نخدم بعض الشغال مؤقتة نخدمه نحبسه وبقي حد ساعة بقي حد ساعة في هذه الحالة هذي بقي الخوف فعلقتك مع أمك تخاف منها ماذا اذال كالله عشال في عمرك 37 عام ماذا نحترم ولي دول الاحترام والخوف الاحترام بوحده والخوف بوحده شوية ديالخوف الكلمة ديالا لقيت كلمه خصين لقيت اليالكينة واختكو المعاش بكش لذا كانت معاش بانيش ما نقدرش نديرها ما نديراش لا ما تقدر تدخل مع الولدة ديك في الحيوار ومعها فاكرة كبرتي تبارك الله دبا ما لقيتش علشت لذا دبا ما لقيتش علش نرجع